موسيقى تحية لكم مشاهدين سنكون معكم في هذا البس المباشر بعد اليوم كلمة سعيد الرئيس واجتماعه واستقباله رؤساء المجالس المحلية في المحافظات اليوم تناول في حديثه محاور عدة شملت كل جوانب الحياة شملت كل الواقع السوري سواء كانت من وحي سياسية اقتصادية اجتماعية وايضا حتى ببعض القوانين التي تخص الإدارة المحلية سأكون معي ضيفي هنا في السوديو الدكتور سمير الخطيب عضو مجلس الشعب الحديث حول قراءات في كلمة سعيد الرئيس والحديث عن كل هذه المحاور التي تناولها في كلمته اليوم أهلا وسهلا فيك دكتور سمير أهلا وسهلا فيك ماذا اليوم بذات تقول دكتور سمير عن كل هذه المحاور التي تحدثت اليوم عنها السيد الرئيس من خلال هذه الكلمة أمام المجالس المحلية في جميع المحافظات في سوريا الحقيقة هي عنوان الكلمة وحضور أعضاء المجالس المحلي في سوريا لكن الكلمة هي أشمل وأعم وجاءت هامة جدا لأنها تناولت مجموعة من القضايا سنحاول خلال هذه الحلقة أن نتطرق إليها فصلا فصلا بداية تحدث عن عمل الإدارة المحلية وقد جاء إلى القانون 107 صحيح إذن لدينا 9 محاور كانت في الحديث في البداية كانت حول أداء الإدارة المحلية وانتخابات الإدارة المحلية وأكد خلال السيد الرئيس خلال الخطاب أن جراء هذه الانتخابات كان هو نقطة قوة للدول والشعب في هذه الظروف بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه الحرب المجنونة على الدولة السورية طبعا أكد على القانون 107 أعطاه حيزا واسعا لما جاء في مضمونه من قضايا هامة جدا عن أوسع مشاركة بين الدولة وبين المجتمع وتحدثها عن تحقيق من خلال هذا القانون التوازن التنموي بين مختلف المناطق في الجمهورية العربية السورية كما أكد أن هذا القانون يؤكد عن الإبتعاد عن المركزية والقرار يكون من القاعدة إلى الهرم وليس العكس كان سابقا القرار يأخذ من الهرم باتجاه القاعدة الآن القاعدة من القاعدة الشعبية المتطلبات الواقع تماما على أرض الواقع كما هو أيضا أكد من خلال التطرق لهذا القانون 107 على أوسع مشاركة شعبية في القرار في جميع المناطق وبالتالي يعتبر هذا القانون هو حافز ومهام جدا لجميع العاملين في المناطق أو الإدارات المحلية في سوريا للانطلاق بعد ما أصاب الوطن من التدمير في البنشآت والبنى التحتية والانطلاق من جديد ومحاولة ضمن الإمكانيات المحدودة النهوض بواقع الدولة السورية اليوم أكد على أن أحد الجوانب الإيجابية لقدم إدارة المحلية هو توسيع الشراكة وهي التعبير الحقيقي لهذا الموضوع من خلال تعاون ما بين المواطن والجهات اليوم الحكومية بشكل عام صحيح هذا ما أكدنا أن القرار أصبح بعد هذه المشاركة الشعبية بين المجتمع والدولي هو من القاعدة باتجاه الهرب أصبح الأساس في هذا القانون هو المواطن والمجتمع وليس الأمر يأتي من الأعلى إلى الأسر وإنما القانون يأعطى الحق لمن هو على الأرض أن يكون هو صاحب القرار باتجاه الجهات العليا محورة ثانية نعم وهو كان موضوع مخطط التقسيم بأنه ليس اليوم يستهدف منطقة معينة وليس بجديد وإنما عمره عقود وهو قد خطط له منذ زمن صحيح من خلال ما حاول بعض أعضاء سوريا أو بالمجمل كل من عاد سوريا حاول أن يطرح مجموعة من النقاط الخطيرة تتعلق بالتقسيم أولها سوقوا اللامركزية نعم بمفهوم أن تكون هناك مناطق ذات حكم ذاتي والغاية من ذلك هو أن تضعف السيادة السورية ضمن الدولة ومن ثم بعد أن تضعف السيادة السورية يضعف الحص الوطني عند المواطن وبالتالي تدريجيا نذهب نحو التقسيم والدخول في قضايا ومشاكل تأخذ بعد لاوطني والبعض قد ينسلخ إلى حد كبير ويطالب باستقلال يطالب بحكم ذاتي مستقل كونفدرالية كل هذا عمل عليه أعداء الوطن ولكن بصمود الشعب والجيش تمكنت الدولة السورية من تجاوز كل هذه الطرحات التي كان الغاية منها هو تدريجيا كما ذكرت أنا لا مركزية تضعف السيادة تضعف الحص الوطني وبالتالي تقسيم المجتمع وبالتالي نذهب إلى تقسيم الوطن سلسلة من الإجراءات كان يعمل عليها هكذا عودنا من تآمروا على سوريا منذ بداية كل مرحلة من المرحلة كان لها اسلوب نبدأ بكما تفضل السيد الرئيس طرح شعارات انتقلنا إلى سلاح بعد سلاح انتقلنا إلى حلول وضع حلول كما تفضلت الآن اللامركزية ومن ثم كما تحدثت منذ قليل تباعا حالة ورحالة إلى أن نصل إلى تقسيم الوطن لكن الحمد لله بصمود جيشنا وشعبنا تمكننا من تجاوز كل هذه الحالة التأكيد اليوم على إرادة الشعب السوري التي أبشرت كل مخططات التقسيم وهي تأكيد إليها فيما بعد أيضا من خلال بحاور الاقتصادية التي تناولها السيد الرئيس صحيح اليوم نتحدث بصراحة كل دول العالم وكل حتى الجهات العسكرية والاستراتيجيات العسكرية والمدارس العسكرية تتحدث عن سر صمودها الشعب السوري والجيش السوري الجيش قدم ضحى القيادة السورية ضحت الشعب السوري ضحى هذا التكاتف هذا التلاحم ما بين الشعب والجيش والقيادي في سوريا أعطى هذا الصمود وفوت الفرصة على تدمير سوريا وتقسيم سوريا هذا الصمود لم يكن ليحصل لو لا هناك بالأساس عند الشعب السوري تاريخ تاريخ ثقافي تاريخ سياسي تاريخ حضاري مكنه من التعامل مع هذه الحرب بشكل موضوعي ومنطقي وأنا أعتقد أن الدولة السورية تناولت تعاملت بمنتهى الزكاة مع الأحداث في سوريا حافظت على الجغرافيا السياسية حافظت على الزمن أخذت الوقت ليتمكن المواطن أن يرى ما حصل في باقي الدول نتيجة هذا العنوان الربيع العربي أعطاء الوقت تماما وخلفيق ما يخطط له لتنبير اليوم يقول السيد الرئيس الوطن له مالكون حقيقيون وليس لصوصا ومالكوه شعب يعتبر وطنه كالروح إذا مات ماتت معه أبدا من يؤمن بوطنه هذا التأكيد على ما تقوله أبدا من يؤمن بوطنه الوطن فعلا هو كالروح عندما تموت الروح يموت الوطن عندما يموت الوطن تموت الروح هي أعمالية متكاملة أي موت سواء للوطن أو للروح هو موت متكامل وبالتالي هذا التعاضد وهذا التماسك وهذا الحب للوطن وهذا الإمام بالوطن وهذه التطحية نحن شهدنا في سوريا ناس قدمت ثلاث شبان شهداء وأربعة وخمسة في بعض العائلات لولا وجود هذه التطحية ولولا وجود إيمان المواطن السوري بوطنه وبأرضه وبشعبه وبقيادته لما وصلنا إليه هذا هو سر صمود الشعب السوري هو إيمانه بوطنه محبته لوانه محبة الأرض وفهمه وواعيه وأدراكه لحقيقة ما يحصل في المنطقة بشكل عام ولتاريخ المستعمر وكيف يتعامل هذا المستعمر عبر التاريخ مع شعوب المنطقة تعودنا دائما على السيد الرئيس بأن يوجه دائما أو يمد يد السلام والمصافحة إلى كل من خانته اليوم نفسه أو حتى تفكيره إلى الخيانة بالوطن ويقول نقول لكل من ارتكب أثمان أن السبيل الوحيد أمامه هو الانضمام للمسالحات وتسليم السلاح هذا الحديث هو منذ بداية الأزمال القيادة السورية من اللحظات الأولى كانت تدرك تماما هناك من ذهب بالميديا هناك من تم ضعاف نفوس تحت عنوين مادية هناك عنوين تكثيرية مجموعة من العنوين تم اختراق المجتمعات المنطقة بشكل عام ونحن والمجتمع السوري من ضمن المنطقة لنتحدث بالصراحة سورة الاتصالات والمعلومات اخترقت العديد من الحواجز الثقافية والنفسية والاجتماعية للمجتمعات وبالتالي أمر طبيعي أن يكون هناك اختراق للمجتمعات السيد الرئيس والقيادة السورية منذ اللحظات الأولى كانت تدرك أن بالمحاصل استوعبت هذا الموضوع نعم استوعبت وكانت تدرك أن هؤلاء هم أبناء سوريا ويجب الحفاظ عليهم البعض منهم غرر به البعض منهم ذهب نتيجة الميديا لابد أن نفتح له الباب دائما باب التوبة باب العودة إلى الوطن وأنت تعلمين أن هناك الآلاف ممن أخطأوا وعادوا والتحق البعض منهم بالجيش السوري وقاتلوا واستشهد وهذا أن دل على شيء على أن بنية المواطن سوريا بنية وطنية وثقافته هي ثقافة وطنية بالتأكيد اليوم يؤكد أيضا على الفكرة ونحن أن يد السورية عندما تكون متكاتفة ومع بعضها البعض هي تنتصر على الإرهاب وتنتصر على كل أنواع الحروب الموجودة في سوريا وقد عدى هذه الحروب أيضا صحيح اليوم لو لا التكامل ما بين أبناء الشعب وبين الجيش وبين مؤسسات الدول لو لهذا التكامل لما وصلنا إليه هناك عملية هناك تكامل حقيقي سواء كان بتقديم الدم بتقديم المساعدة الالتحاق التضحيات لو لا هذه المجاميع من الأمور الوطنية لما وصلنا إليه حاليا خلال هذه الحروب طيب غياب الانتماء إلى الوطن هو الوقود الذي يستخدم من قبل أعداء الداخل من أجل تفتيت الوطن يعني إلى حد اليوم ما زال يحاولون لعب على هذا الموضوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هلأ أشار سيد الوطن سيد الرئيس أشار إلى الخوانة والعملاء بهذا العنوان قال هناك خوانة وعملاء بالتأكيد كلما تقدم الجيش كلما تحصن الوضع السوري هم يحاولون أن يجددوا التآمر ويجددوا تقديم المساعدات لأعداء سوريا وبالتالي هؤلاء هم خارج التاريخ وخارج المنطق وخارج الجغرافة وخارج الوطني السوري وخارج أي تقييم أخلاقي وإنساني واجتماعي وبالتالي لكل من تآمر على سوريا أصبحوا اليوم يصرخوا كما تفضل وقال يصرخون ويباعون في سوق النخاس وهذه نهاية كل عميل عبر التاريخ لم نقرأ أن هناك عميل خان وطنه إلا ودفع السمنغالي إلا باعه من خان لأجله وهذه قاعدة موجودة عبر التاريخ حتى من يخون وطنه ويتعامل مع غريب ضد وطني حتى هذا الغريب يحتقر هذا الخائب بالأخير ويتبرع منه اليوم جاء السيد الرئيس إلى ملف اللاجئين وقال بأن هذه الحرقة تفرضت على البعض النزوح ملايين السوريين من ناطقا ودولة شعب للتخفيف من معاناتهم بطريقة أو بأخرى ولكن اليوم يجب عليهم العودة إلى بلادهم هو أشار بملف اللاجئين إلى أكثر منه أشار هناك منظمات تتمسك لأنها بوابة فساد وتتلعب بهذا الموضوع تتلعب بمصير هذه المساعدة تحت عنوان المساعدات وهي بوابة فساد ولاها مصالح أن تستمر وهناك شخصيات على مستوى عالمي تلعب بهذه الملفات إضافة لذلك هناك غاية يستخدمونهم كولقة لإدانة دولة السورية عداء سوريا يعتبرون أنه أيضا فرض العقوبات واحد من أهم مسبباته حجة اللاجئين أن هؤلاء اللاجئين لولا الدولة السورية والحكومة السورية لما غادروا وطنهم وبالتالي هي أيضا بوابة لفرض عقوبات على الدولة السورية أضف إلى ذلك هي بوابة لإدانة الدولة السورية ولقول كل ما يحصل في المرحلة السياسية القادمة أنه غير شرعي لأن عدد كبير من اللاجئين لم يعودوا إلى الوطن إذن هم يعرقلون عودة هؤلاء إلى الوطن لغايات سياسية بحتي للحصول على مكاسب كما يعتقدون ولن يحصلوا على أي شيء لكن عدد كبير من أبناء الوطن يعود تدريجيا يعنقلك اليوم المشهد الذي نرى عبر الشاشات العالمية أن هناك دائما عودة وكل يوم هناك عودة عبر المعابر التي فتحت بالفترة الأخيرة على يد أبطال الجيش العربي السوري إلى بلادهم وأكد لهم أن مستقبلهم ومستقبل أولادهم هو في وطنهم وليس في مكان آخر والبواب مفتوحة للجميع وسوريا لن تكون إلا الأم الحاضن لهؤلاء حالة الحصار التي نعيشها اليوم جاء إلى ذكرها سيد الرئيس وأشار إلى اليوم الواقع الذي يعاني منه الشعب السوري وخاصة من أزمة المحروقات سواء كان غاز بنزين موزوط وأشار إلى أن مشكلة الغاز التي يعاني منها اليوم الشعب السوري هي تجاغل بعض المسؤولين للتصريحات ووضع الشعب بشكل واضح وصريح أمام ما يجري يعني هون أشار سيد الرئيس إلى إدارة وضع الملامع على إدارة السلطات التنفيذية لهذه الملفات وأنا أقول تحت قبة البرمان وأقول أنا على التلفزيون إن الحكومة عملت خلال الفترة السابقة مع المواطن كمتلقي للأزمات وليس كشريك وهذه خطيئة وهذه خطيئة كبرى لا يجوز أن يكون المواطن إلا شريك المواطن السوري من ضحى بأولاده ومن ضحى بماله ومتلكاته من قدم كل هذه التطحيات بالتأكيد عندما يكون مطلع على المؤامر وما يتطور بهذه المؤامر وما مستجدات تطور التآمر على سوريا بالتأكيد سيصبر وسيقول لم نبخل بالأولاد ولا نبخل حتى بمزيد من الصبر لكن أما أن يكون المواطن متلقي ولا يدرك أزباب الأزمة أو لا يكون عندهم مفاتيح الحلول هذه مشكلة كبيرة جدا هنا أراد السيد الرئيس أن يؤكد أن على السلطات التنفيذية دائما أن يكون المواطن من خلالها مطلع وشريك وليس متلقي كانت هناك رسائل خلال الكلمة بشكل كامل عند كل محور كان هناك شراكة للمواطن في كل شيء وكانت تكون عند كل جملة كان يوجه فيها رسالة هذا موضوع جدا مهم اليوم موجه للحكومة السورية بأن تتعامل مع هذا الموضوع وقال بأن الشعب السوري أو صاحب المعاناة اليوم لا يحتاج إلى خطابات بلاغية وإنما يحتاج إلى حل هذه المشاكل أراد أن يتحدث بلسان المواطن سمعنا هذه الخطابات سمعنا هذه الكلمات من المسؤولين سمعنا 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 نريد حلول منطقي نريد شراكة حقيقية والسيد الرئيس هذا ما أراد أن يقوله الآن المواطن ينتظر منكم العمل ينتظر منكم المصارح ينتظر منكم المشاركة في الألم أكثر من ذلك إطلاع المواطن الحقيقة ما يجري ومنذ سنوات ونحن نقول تحت قبلة مجلس الشعب لماذا لا يخرج أثناء الأزمات أي مسؤول يعني يوضح للمواطن البعض يقول أن هذه التوضيحات قد يستثمرها أعداء سوريا خارج وطن وكأن أعداء سوريا لا يعلمهم مازل فيها وهذا كلام مرفوض يعني وهذه الملامة وجهت من السيد الرئيس إلى السلطات التنفيذية بشكل صريح وواضح أما عن موضوع الحصار طبعا السيء في القضية حاليا أنه في كل مرحلة من المراحل ننتقل إلى حرب جديدة لاحظي خلال فترة خلال 15 يوم جرت مجموعة من الأحداث الخطيرة ومنها أولا الأمريكي أعطى أطلق أردوغان في شمال سوريا مقابل الحفاظ على الأكرار مباشرة خلال هذه الفترة سمعنا أولا عن حصار ما سمعنا تأكدنا من حصار عدد كبير من سفن الطاقة في قبرص والبعض منها تم إعادته من قناة السويس وبعض منها ضرب بنفس الوقت حصل لنا تبجيرات داخل سوريا في أكثر من مكان بنفس التوقيت أنا أتحدث عن نفسه خلال أيام معدوم سمعنا تصريح من الخارجي المصري لا عوضي للدولة السورية إلى الجامعة العربية إلا بعد تنفيذ قرار من مجلس الأمن سمعنا مباشرة بعد أمير قطر يقول لن نعيد العلاقات الدبلوماسية كلها بأوامر كلها تتحرك هذه المنظومة وخلال فترة وجيزة كانت تتجاوز الأسبوع نعم قامت الكيان الصوني بشكل دائم يضرب بوابة سوريا الدبلوماسية التي هي مطار دمشق الدول هي البوابة الأساسية من خلالها يأتي الضيوف إلى سوريا تقوم إسرائيل بشكل كامل بضغط مطار دمشق لإعطاء إشارة أن هذا المطار غير آمن لأي ضيف قد يأتي إلى سوريا مجموعة من الأحداث حصلت خلال فترة قصيرة سببت إرباك عند الحكومة في بعض القضايا الرمو أننا وجهنا عدة أسئل للحكومة لماذا لم يكن هناك أحتياطات فقالوا هناك أحتياطات ونحن نعمل بالأحتياطات الموجودة طيب هون الملامة كانت على الحكومة هون سيد الرئيس أراد أن يقول طيب أنتم تدركون أننا قادمون على أزمة في الطاقة وأنتم تستخدمون الأحتياطة لماذا لم يكن هناك أداء في توزيع المواد على المواطن بشكل يليق بالمواطن لا يجوز أن توزع هذه المواد وتناسب مع الحالة التي نعيشت وكانت حربة صحيح أين المشكلة لو استوانات الغاز بشكل مضبوط وهذا أمر سهل جدا وكل من يقول عكس ذلك هو لا يعي تماما ماذا يقول بكل بساطة كان ممكن أن يصل تصل مثلا استوانات الغاز إلى المواطن إلى منزلي ويشرح للمواطن أنه نرجو أن هذه استوانات تمستلك على مدى شهر كامل لدينا ضغط قليلا أضف إلى ذلك عندما يخرج وزير الطاقة ويقول نحن كانت حاجتنا 120 ألف استوانة نحن ننتج الآن 160 ألف استوانة هذا كلام يعني غريب صحي نحن نحن حاجتنا 120 معناتها في سوء بالتوزيع في استغلال في مجموعة أنت عادك اليوم 40 ألف زيادة وينها معناتها في فشل بإدارة الأزمة في سوريا وهذا ما أراد السيد الوزير أن يشير إليه أيضا سيد الرئيس سيد الرئيس عفوا لهذه الملاحظات اليوم أوعز السيد الرئيس اليوم نظر بشكل إيجابي وبعين مجرد إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول اليوم أن تكرس بعض مشاكل الأزمة بطريقة أو بأخرى وهي ممكن أن تكون من خارج البلاد وعمل بلبلة في الشارع السوري وقال بأننا يجب أن نكون حذرين من بعض وسائل الاجتماعي التي تلعب على بعض المشاكل الاجتماعية بطريقة غير منطقية أو غير مضبوطة اليوم وذهب السيد الرئيس أبعد من ذلك قال تستخدم رموز وطنية لتوصل رسائل غير وطنية حقيقة مواقع التواصل الاجتماعي مواقع خطيرة جدا وهناك أجهزة استخبارات تتلعب بها في كل دول العالم وخصوصا في الحرب السورية أنت تعلمين نحن نخرج من الحال العسكرية باتجاه المصر النهائي شيئا فشيئا فالعدو يلجأ إلى حرب اقتصادية إلى حرب ميديا عالمية يستخدم كل هذه الوسائل السيد الرئيس لم يدين من يتعاطى مع التواصل الاجتماعي قال أكد على البعض يجب أن نكون حذرين وهذا واجب علينا جميعا لأنه أنت تتحدثين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لعامة الناس هناك من يقدر هناك من يتمكن من المحاكمة وهناك من لا يتمكن من ينساق أحيانا سياسة القطيع يحاولون أن تكون سياسة القطيع هي من تسري هي من تسري في المجتمع السوري لضرب هذا المجتمع السوري وأنا أعتقد وأجد أنه من واجبنا جميعا أن نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بفعالي أكثر لا يجوز أن نقف موقف المتفرق يجب أن نواجه بقوة وهذا واجب علينا هناك من يعمل الآن الحرب وأعتقد أننا سنتفق أنا وأنت على نقطة هامة جدا هناك الآن من يعمل من خلال الأزمات الاقتصادية ووسائل التواصل الاجتماعي على ضرب الحاضنة الحقيقية للدولة مع الدولة وبالتالي هنا خطورة الموضوع وهنا ما أشار السيد الرئيس إليه يجب أن لا نسمح لأعداء الوطن أن يدخلوا بعد كل هذه التضحيات أن يدخلوا من هذه البوابة إلى المجتمع السوري لأنها تشكل بوابة خطيرة على انتصاراتنا وعلى تضحيات أبناءنا وعلى دماءنا كل هذا النصر يحاولون بشتى الأساليب الملتوية الدخول لتمييع هذا النصر هذا ما جاء بعد كلام السيد الرئيس عندما قال لأننا نعيش اليوم في حالة حرب وهذه الحرب لم تنتهي لأننا اليوم زي انتهينا من الحرب العسكرية هناك حروب أخرى سنتعرض لها وهي من هذه الحروب أيضا أنا أعتقد رتكب خطأ كبير من بعض المحللين السياسيين في سوريا على شراءات الوطنية عندما قالوا بأن الحرب قد انتهت الجميع خارج يتحدث عن أننا انتصرت وانتهت الحرب الحرب لم تنتهي والسيد الرئيس أكد على هذه الحالة الحرب لها وسائل مختلفة صحيح أعداء سوريا يحاولون ما عجزوا عن النيل منه من خلال العمل العسكري يحاولون النيل منه من عمل اقتصادي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الميديا من خلال صورة الاتصالات والمعلومات من خلال الشائعات من خلال الحصار من خلال الحصار مجموعة من الإجراءات تجري الآن نحن نطمح ونأمن إن شاء الله خط يوم بعد يوم بأننا باتجاه النصر الهائي لكن إعلان النصر أصبح المواطن ينتظر دائما التطوير أو ظروف الحياة اليومية هي نحوة الأفضل لم يعد يقتني عنها ممكن أن تتجه باتجاه الأسوأ فأعتقد أننا نحن باتجاه النصر وبالتالي كل شيء لا يجب أن يتحسن ولا مبرر أن يكون هناك أسماء وهذا خطأ نحن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة يعني يوم ما نعيشه من حصار اقتصادي هو حرب هو نوم من أشكال الحروب وهو أسوأ ألواع الحروب لأنه اليوم تحاول أن تقاتل الشعب السوري بلقمة العيش نعم طيب يوم أوعز بأن الحرب الأخيرة هي حرب الفاسدين والمتضررين وتمرير مصالحهم الخاصة وهي حرب جدا خطيرة لأنها تلعب بالداخل بطريقة عشوائية لتحاول نزع اليوم بعض الأمان الموجود بين أبناء الشعب السوري واليوم قلبه على الحكومة السورية لخلق هذه البلبلة التي نرىها ممكن في الشارع السوري شوف سيد الرئيس في الخطاب مع الحكومة نعم أكد على موضوع محاسبة الفاسدين أكد بشكل كبير جدا كان معظم كلامهم وللأسف الحكومة إلى الآن لم تجد آلية لتعامل مع هذه مع ملفات الفساد في سوريا آلية حقيقية دائما وأبدا نرى أن من يحاسب هو المواطن الذي أحيانا قد يخطئ وتمتد يده على بعض الليرات من أجل كفاف عيشه يقوم تقوم الحكومة بصرفه من خدمة عساسة معايير لكن أكد سيد الرئيس في الخطاب المعالحكومة بهذا الموضوع وقال لا يمكن أن يجدوه حارب الفساد اليوم من خلال موظف صغير أو مواطن صغير وأنما يكون من خلال ملفات كبيرة وقلعها من جذورها أصبح هو أشار إلى معايير ومقاييس للفساد الحقيقي نعم ولم يكن يقصد ولو كان هذا المواطن قد أخطأ ويجب أن يحاسب لكن ليس يحاسب ولكن لا يحمل كل ملفة للفساد وينهى الموضوع وهو الفساد هذا أنا ما أحببت أن أشير له اليوم هناك عدد كبير من الفاسدين في سوريا ويمتلكوا أموات واستغلوا هذه الحرب أبشى على استغلاق صحيح وباتل لديهم سروات هائلة وطائلة جدا هؤلاء لا يجوز الخلق بينهم وبين بعض التجار الوطنيين الذين يقدمون للدولة المساعدات الهائلة جدا من خلال الحصول على بعض الحاجيات من خارج سوريا إلى داخل سوريا وهم يدفعون السمن وهناك عقوبات الآن أكثر من 272 مواطن سوريا وقفها إلى جانب الدولي في الحصول على المواد وأشارت سيد الرئيس بالخطاب أننا أحيانا نوفق وأحيانا لا نوفق كان يشير لهؤلاء الوطنيون الذين يدعمون الدولة السورية ويدفعون السمن وأشار إلى أزمات الطاقة الأخيرة ولو هناك حجز على أملاك وعلى المنقول وغير المنقول هناك عقوبات اقتصادية بمنع دخول أوروبا هؤلاء لا يجوز الخلق بينهم وبين من يحاول أن يبتز ويحصل على مال غير مشروع بطرق ملتوية ملف الفساد ملف طويل ويحتاج إلى كثير من إعادة النظر بعد نعم عدم وجود المعلومة يجب أن لا نأخذ المعلومة إلا من المصدر الصحيح والحصول على هذه المعلومة اليوم يجب أن يحصل عليها المواطن لكي يفهم ما يجري على أرض الواقع من أين المعلومة؟ من الحكومة أين الحكومة من المعلومة؟ غير موجودة غير موجودة وهذا خطأ كبير أنا قلت منذ لحظات المواطن ليس متلقي للأزمات ولا يدرك ما يحصل أنا قلت هو شريك قدم دمه قدم ماله قدم أولاده يجب أن يعلم ماذا يحصل طيب اليوم الحكومة يجب أن تعمل على هذا الموضوع لكن وسائل الإعلام يجب أن تكون هي المنبر الذي يصل إلى المواطن بشكل واضح وصريح بالنسبة لي هذا الموضوع إذن ستا السنة لا بدنا نتخبى برأس وسائل الإعلام تعمل دائما وأبدا وفق معطيات يعني أنا اليوم بتطلعني وسيلة الإعلام على أعلى شاشة التلفزيون ما بتطلب مني ما أحكي حكيه طالع اللي عندك حكيه إذا أنا ما بحكي مشكلة فيني وأحيانا نحن تب اليوم المسائلة يعني أنت اليوم حضرتك حكيت فكرة كتير مهمة عندما خرج وزير النفط وقال أنا اليوم أنتاج بالحال العادي 120 ألف أصبحت اليوم أنتاج 160 ألف لماذا لم يستجوب اليوم تحت قبة البرنامج في مجلس شعب؟ مو بس لازم يستجوب كان يجب أن يعفى وأنا مسؤول عن كلامي عندما يتحدث وزير بهذا المنطق والناس طوابير في الشوارع كان يجب أن يعفى وخاصة عندما يؤكد وزير النفط ويقول أن نحن كنا على الطلاع كنا على الطلاع ونحن نتعامل مع الاحتياط مع احتياط المواد الطاقة الموجودة ونحن ندرك أننا سنصل إلى هذه اللحظة كيف تدرك أنك ستصل إلى هذه اللحظة وتوزع أسوانات الغاز بهذا الشكل في الشوارع معتها هناك مشكلة بالأداء نحن أحيانا نحن لا نلوم الحكومة على الكثير من القضاء فوق طغطة لكن نحن نلوم الأداء هل توزيع مادة الغاز في سوريا بشكل عام وفي محافظة اللازخية بشكل خاص يا ترى كان مقنع كان مرضي الانتاج لم يكن مرضي لكي يكون التوزيع مرضي عندما زاد الانتاج هل تحسن الأداء لا ليش لأن الألية لم تكن صحيحة طيب سؤال أنت من شهرين يا وزير النفط بتعرف أنه عندك المشكلة طيب البطاقة الزكية هلأ عم تشتغل على البطاقة الزكية وموجود البطاقة الزكية ليش ما اشتغلت عليها قبل البطاقة الزكية ليش ما فعلت للبطاقة الزكية ووزعت على البطاقة الزكية وعلى منزلك تبحث اليوم في اللادقية كيف تطبيق البطاقة الزكية لكي تطبقها في دمشق طيب خلل هذا خلل بأداء الحكومة يعني نحن دائما دائما وابدا نحن مع الحكومة دائما تحاول الحكومة أن تتحدث أننا نحن وأنتم فريق عمل واحد هي لم تكن في يوم من الأيام مع مجلس الشعب أنا كعظم الشعب فريق عمل واحد نحن فريق عمل واحد بما ينعكس على المواطن وعلى المجتمع بشكل عام وعلى الدولة السورية هنا نحن فريق واحد لكن في الأداء لسنا فريق عمل واحد هي تحاول أن تزج بمجلس الشعب أنه نحن وأنتم في خندق لا لسنا في خندق واحد حتى الدستور لا يسمح لنا أن نكون في خندق واحد وكان يجب إذا كنتم في خندق واحد لا يستفيد الشعب من شيء بهذا المجال يعني اليوم أبدا نعم عندما يصبح عدد سكان الوطن عشرات الملايين لا يصبح حل المشكلة المركزين وهنا يأتي دور الإدارات المحلية وهنا تركيز على دور الإدارات المحلية هذا ما أكد عليه السيد الرئيس من المحظات لأن الإدارات المحلية أهم شيء فيها هو توسيع المشارك الشعبي القاعدة الشعبي هي تشارك في القرار والقرار يكون من الأدنى إلى الأعلى وليس من الأعلى إلى الأدنى هذا ما حاول أن يؤكد إلى أهمية مشارك الشعبي في القرار من خلال إدارة نبدأ بالمقطع الأخير الذي تحدث عنه السيد الرئيس وهو المحور السياسي عندما تحدث عن رئيس تركيا أردوغان وقال عنه فلن هذا الخونجي هذه الرسالة التي وجدت اليوم إلى تركيا وأنها اعتبرت بأن الحليف الأمريكي الذي سأصعدها إلى الشجرة اليوم كيف سينزلها وكيف ستكون طريقة النزول عن هذه الشجرة اليوم ما هي التنازلات التي يمكن أن تدفعها حاول كثيرا منذ بداية الحرب على سوريا التقدم باتجاه الأراضي السورية ولو حتى خمسة كيلومتر اليوم ضمن القانون الدولي يمكن أن تدخل خمسة كيلومتر إذا كان هناك حرب عسكرية لحماية أراضيها وحدودها من الجماعات الإرهابية المسلحة ولكن يوم حلمه بالتقدم خمسة لعاتين كيلومتر بعدها بالفشل هلأ هون في شيء مهم جدا بدنا نحكي حول المنطقة الآمنة لكن قبل ما نحكي بموضوع المنطقة الآمنة كان بزهني أن أشير إلى من الأساس أن أولا الدولة التركية هي شريك في كل الإجرام الذي حصل في سوريا شريك أساسي وهي عامود فقري في التآمر على سوريا ومعروف حزب العدالي وحزب أخوان مسلمين وحتى تحالف أردوغام وقطره تحت العنوان الأخوان المسلمين التركي أعتقد أنه سيكون الرابح الأكبر لكن سيروعة الأحداث تسير باتجاه أنه سيكون الخاسر الأول أولا هو اعتدى سرق نهب الأراضي السورية أقام المخيمات هو شريك في التخطيط حتى في كل شيء في كل ما جرى منذ أول يوم وحتى الآن لكن أولا مفهوم منطقة آمنة هو مفهوم بالقانون الدولي لا ينطبق على دولتين وأنا أحطيك معلومة من الأساس طرح الموضوع غير صحيح منطقة آمنة لا يصح بالقانون الدوليين تكون بين دولتين المنطقة الآمنة الممرات الإنسانية الممرات الآمنة والمنطقة الآمنة المفاهيم تكون ضمن الدولة أثناء الحب والنزاعات الداخلية عندما تكون بين دولتين أو بين أقليمين تسمى منطقة عازلة حتى تكون منطقة عازلة يجب أن تكون هناك قرار مجلس أمام فيها لا يجوز بدون قرار دولي فيها ويكون هناك قوات حفظ نظام وترتيبات على جانب طرفي البلدين إذن من الأساس هذا المفهوم هو غير صحيح وهو غير دقيق حتى ونحن على يقين أنها لن تقوم هذه نعم ولاية الأمريك المتحدة التي وعدت بهذا الموضوع تراجعت انتبهتي مبارح نعم قال لنا الأخير مبارح واضح تماما سنعود إلى اتفاق أظنى انتبهتي في هذا يعني هذا الموضوع المنطقة وأهم الملفات التي ستكون بعدين بصراحة يعني الأمريكي أشار السيد الرئيس أن الأمريكي والتركي حاولوا في بداية الأزمة أن يكون منطقة آمنة وحددوا بساحته وأماكن ولم يستطيعوا بوجود أمريكا لم يستطعوا إقامة هذه المنطقة نعم بعد انسحاب الأمريكي اليوم ما زال يفعل أما الآن تركيا أضعف بكثير من أن تقوم بهذا الموضوع وخصوصا الدول المتآمرة على سوريا ما في علاقات معها حتى لترتيبات لأنني عندك أستحدي فع جوي بتستخدمي مضادات طيران صحيح فهذا يحتاج إلى ترتيبات بين الدول فمفهوم المنطقة الآمنة هو مفهوم غير صحيح ومفهوم المنطقة العازلة لن يتتبكى بدون قرار مجلس أمن والتركي قولا واحدا هو يتراجع قليلا قليلا إذا انتبهت عن موضوع تاني سياسي اليوم كان بهم جدا تصريح ترامب أننا انتصرنا وانتهى الداعش من سوريا القضاء على داعش كي لا يقول خرجنا ولم نفعل شيء هو أراد لحفظ ماء الوجه أن يقول قدمنا شيء وحاربنا هذه الدولة وأنهينا هذه الدولة لو استعرضنا من بداية الحرب كل من عاد سوريا كل من استعد هذه الدولة واستعد الشعب السوري هو يخرج من الدائرة السياسية انسحبت تتابعيا من الموضوع لكن علينا أن نكون يقضين نحن الآن من يرسم خارطة المنطقة وسياسة المنطقة هو محور المقاومة شاء العالم أم أبع اليوم محور المقاومة وسيكون العراق نصيب في هذا المحور بقوة وبالتالي إسرائيل ستكون ككياء الكيان سيكون في خطر شديد جدا وبالتالي لن تتوقف المؤامرات على المنطقة وعلينا أن نكون حذرين في سوريا أن هناك شيئا ما أيضا يخبأ لنا يجب أن ننتبه وعندما أشار إلى هذا الموضوع أكد السيد الرئيس بأن كل شبر من الأراضي العربية السورية سيحرر وسيكون تحت سلطة القيادة السورية والشعب السوري والحكومة السورية وهذا ما سرع الأمريكي بالخروج من سوريا هو يدرك أن هناك ستكون مقاومة وطنية وستتضرب القوات الأمريكية ولا يريد أن يخرج ترامب تحت هذا العنوان أراد أن يخرج مسبقا كي لا يصل إلى هذه النتيجة في المستقبل ويخرج كما خرج على يد المقاومة الوطنية في العراق أنا أتبدي أشكرك دكتور سامير الخطي في اليوم لوجودك مع نعد مجلس الشعب ولهذه القراءة التي تحدثنا فيها من خلال كلمة السيد الرئيس أمام اليوم استقباله رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات السورية شكرا لك شكرا لك الشكر موصول لكم ومشاهدنا كنا معكم من هذا البث المباشر لقراءات في كلمة السيد الرئيس من خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات السورية من قناة أوغريت لكم كل تحية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر